اكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينا الرئيس التنفيذ للمجلس الاعلى للبيئة خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية المرئية حول ادارة حوادث الانسكابات النفطية والتي نظمها المجلس بالتعاون مع اللجنة الوطنية لموجهة الكوارث وشركة او اس ار اكد على اهمية التعاون والتنسيق بين جميع وزارات ومؤسسات المملكة لمواصلة الجهود في مجال مكافحة حوادث الانسكابات النفطية بهدف مواكبة اخر التطورات وتحديث سبل واهليات التعامل مع حوادث الانسكابات النفطية جاءت ورشة العمل الوطنية لادارة حوادث الانسكابات النفطية بمشاركة عدد من المسؤولين في هذا المجال بدول الخليج العربية اليوم احنا نعيش في خليج عربي يدخل فيه حول 48 الف ناقلة نفطية سنويا الاستعداد حق اي انسكاب نفطي من اي ناقلة نفطية بالنسبة لنا لبيئة مملكة البحرين شيء جدا مهم فاحنا اليوم في طور تأهيل كل الكوادر البحرينية والارتقاء بمستواهم للتعامل مع اي انسكاب نفطي تم تخصيص موضوع الانسكابات النفطية واليوم عندنا شركة أوسارل تعاقدت مع مملكة البحرين لتغطية اي انسكاب نفطي ولكن تحمين كل احتياجات اللي نحتاجها فاليوم مهم ان احنا نعقد هذه الورشة لنطلع على اخر التحديثات اللي عندنا في خطتنا الوطنية التكاتف والتعاون بين جميع الوزارات والهيئات المعنية في المملكة هو اساس النجاح ورفع الجهزية والاستعداد للتعامل الاحترافي مع حوادث النفط وتسرب الزيت واثارها على البيئة دورنا طبعا في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات النفطية جزء اساسي للجهات الحكومية وفيه جزء مناطبي الشركة اللي تم التعاقد معها واللي اعلنها اكثر من مرة وهي الحين حاليا السنة يمكن الثانية الحين فيه تعاوننا معاهم بحسب الخطة فيه درجات من الانسكابات النفطية فيه اللي هي تسمى تير وين تير تو تير ثري او المستويات الثلاث حق الانسكابات النفطية في حال الانسكابات الخفيفة يكون الدور مناطبي الجهات المتسببة في هذه الانسكابات واللي هي احنا لازمينهم من البداية ان يكون عندهم معدات وخطة واضحة للتعامل مع الانسكابات من الدرجة الاولى طبعا في السنوات اللي طافت حدثت العديد من التغييرات في مسميات وحياكل ودور ومسؤوليات الجهات المعنية مكافحة الانسكابات النفطية في المملكة فبالتالي احنا احتجنا الى تحديث هذه الخطة لتتناسب مع هذه التغييرات ايضا المجلس اتعاقد مع شركة او اس ارائل المتخصصة في مجال مكافحة الانسكابات النفطية فبالتالي احتجنا ان نحدث هذه الخطة علشان انضمن دور ومسؤوليات هذه الشركة ضمن الخطة ايضا شؤون الموانئ والملاحة البحرية لهم دور كبير في مكافحة الانسكابات النفطية فبالتالي أضفنا شؤون الموانئ في القيادة الموحدة لمكافحة الانسكابات النفطية التدريب والتطوير المستمر للكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال من الناحية العلمية والعملية هو الركيزة الأساسية لضمان الجاهزية المستمرة وذلك من خلال عقد الدورات وورش العمل والتمارين الميدانية من أبرز مخرجات هذه الورشة هو تطوير الخطط والبرامج لمكافحة الانسكابات النفطية وتأهيل وتطوير الكوادر العاملة في هذه المؤسسات في داخل مملكة البحرين وخارجها لتفادي وقوع هذه الحوادث والتقليل من آثارها في حال وقوعها لقدر الله يحيى العمر بمركز الأخبار تلفزيون البحرين